السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع يوم أمس مساء حصل شيء خطير جدا بألمانيا بأحد مدن ولاية شمال الرين بمدينة إسن واللي صار هو حريق مفتعل قام به شخص هناك تم إلقاء القبض عليه لاحقا وتقول الصحف الألمانية أن المشتبه به هو شاب عمره 41 عام يحمل الجنسية السورية تقول التقارير أن الشاب تعمد افتعال حريق والحريق هو ببنايتين سكنيتين بنايات ضخمة وبسبب الحريق أصيب حوالي 30 شخص بجروح خطيرة اثنين من الأشخاص المصابين هم أطفال أحدهم طفلة ألمانية عمرها سنتين والأخرى أربعة سنوات كانت إصاباتهم خطيرة بسبب استنشاقهم للدخان الصادر من الحريق تقول الصحف الألمانية الكبرى هذا اليوم أن المشتبه به قام بقيادة شاحنة توصيل بعد افتعال الحريق وقام بصدم متجرين لبيع المواد الغذائية وبحسب الصحف فأن الحريق حصل بألتن إسنشتغاسة وإيكب ليشكيشتغاسة بدأت الأحداث يعني يوم السبت يوم أمس بعد الساعة الخامسة مساء وبعد افتعال الحريق صدم متجر الخضار ثم لاحقا توجه لمتجر آخر بالشارع بشارع كاتغن بيقاشتغاسة وبالمتجر أخرج سكين كبير أو ساطور وصار يجري بالشارع ويهدد الناس بالقتل المنطقة تعتبر مكتظة وبيها سكان كثيرين فالناس هناك حملوا هواتفهم الجوالة وقاموا بتصوير المشتبه به وتعرفون الآن لا يوجد شيء يمكن إخفاءه فالكل لديهم جوالات حديثة بيها ميزات للتصوير وعمل تقريب حتى من مسافات بعيدة وهذه الصورة تم نشرها للمشتبه به وهنا تظهر أحد الصور قيام السكان بالبناء المحترقة بجلب سلم وإنقاذ من كان يسكن بالدخشوس تحديدا إنقاذ عائلة أم وأطفالها والجران كلهم كانوا متعاونين بإنقاذ بعضهم البعض 150 رجل شرطة ورجل طوارئ أتوا لمكان الحادثة ولكن السكان المحليين قاموا بنفسهم بتطويق مشتبه به اللي كان يحمل سكين كبيرة وقاموا برمي أخشاب وقطع أثاث عليه وحتى اعتقلته الشرطة الألمانية كان واضح إن المشتبه به لديه إصابة وحروق بيده وتم أخذ السكين منه واعتقاله أيضا تقول الصحف الألمانية إن حوالي 11 شخص من بين الواحد وثلاثين مصاب إصاباتهم خطيرة وعندهم مشكلة بالتنفس بسبب استنشاقهم دخان الحريق خصوصا الحريق حصل بالعمارتين يعني مكان الحريق هو بالطوابق الأرضية لم يحصل من الأعلى إلى الأسفل بل من الأسفل إلى الأعلى ويوم السبت كان يوم عطلة الغالبية كانوا بمنازلهم لأنه عطلة ولأن الطقص كان سيء ولم يتمكنوا من النزول إلى خارج البناية لأن الطابق الأرضي كان محترق تقريبا الشقق كلها بالطابق الأرضي احترقت حتى الآن يجري تقييم للأضرار ولكن بحالات الحرائق بالعادة يتم إغلاق المباني السكنية ونقل السكان لمكان سكن آخر حتى تبدأ أعمال الترميم والإصلاح اللي قد تستغرق أكثر من عام كامل حتى يستطيعون العودة لمنازلهم الحادثة للأسف الشديد أشعلت غضب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا وأن فيديوهات المشتبه به وفيديوهات الحريق انتشرت بشكل كبير والخوف هو أن تقوموا التيارات اليمينية المتشددة باستغلال هذه الحادثة للترويج ضد الأجانب وليس هذا فقط بل كما شاهدنا بالأشهر الماضية هكذا حوادث إذا كان المتسبب بها لاجئ يتم مباشرة نقل صدى هذه الحوادث إلى أروقة الحكومة الألمانية ونسمع عن قرارات وإجراءات سيتم تطبيقها بالمستقبل وهذا شيء لا يخدم أحد موضوعنا التالي أصدقائي يوم أمس وزير الزراع الألماني قال كلام مؤثر جدا بسبب التجربة اللي تعرضت إلها ابنته وأنا أردت أن أنقل كلامه يوم أمس ولكن كان الفيديو يعني سيصبح طويل وحاولت اختصاره لكم واليوم نتكلم عن ما جاء من وزير الزراع الألماني من أصول تركية هو ألماني من أصل تركي جيم أزدميا وينتمي لحزب الخضر اللي يعتبر أكثر حزب متساهل مع المهاجرين قال أن ابنته سوف تكمل المدرسة هذا العام وتنهي دراسة الآبتور وقال أيضا أنها تعاني من مشاكل مزعجة جدا وأنني كأب منزعج من هذه المشاكل بشكل كبير جدا هكذا هو قال والمشكلة هي أن ابنته لما تذهب إلى المدرسة ببرلين قال أنها تتعرض لمضايقات كبيرة من شباب من أصول مهاجرة قبل أن نخذ بالتفاصيل اشترك بالقناة الآن وفعل جرس التنبيهات حتى ما يفوتك شي وتشوف فيديهاتي أول بأول وشكرا لمن يدعم القناة بالضغط على زر الإعجاب ويقول أن النظرات المزعجة اللي تتعرض لها ابنته وقال هو منزعج من ذلك كون أب قبل أن يكون سياسي ووزير قال أن هذا الأمر غير مريح وأنه كان يخشى الخوض بهذه التفاصيل كي لا تستغل الأحزاب والتيارات اليمينية والمتشددة مع اللاجئين والمهاجرين وقال أننا يجب أن نعرف من يعيش ببلدنا وقال نحن لسنا ضد الهجرة بل نحن مع من يأتي إلينا لأجل العمل وتعلم اللغة وقال أن صديقة ابنته لديها بشرة داكنة يعني سمراء البشرة تعرضت أيضا لمضايقات عندما كانت بإجازة ببحر الشمال وحدثت لها مضايقات عنصرية كونها سمراء البشرة أو بشرتها يعني داكنة بعد اللي قال وزير الزراعة جيم أوزدميا تم انتقاده بشكل كبير من فصيل الأونيون حزبي تسدعو سي اس او المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب تسدعو وهو أليكسندر ثوم اعتبر أن ما قال وزير الزراعة هو شيء متناقض وقال أن وزير الزراعة قال شيء مقزز وشيء مثير للإشمئزاز فهو يستغل ابنته لأغراض سياسية وأن الحزب أي حزب الخضر على وجه التحديد دائما كان يعارض القوانين التي تدعو للتشدد مع اللاجئين فبالتالي ما يقصد زعيم الاتحاد هو أن الخضر لا يحق لهم التكلم عن مشاكل المهاجرين طالما أنهم ضد كل القوانين التي تدعو للتشدد مع المهاجرين واللاجئين وقال المتحدث باسم سيدئو أن حزب الخضر كان دائما ضد اعتبار دول المغرب العربي دول آمنة وبالتالي ضد تسهيل ترحيل المهاجرين إلى هناك ويقول أيضا أن أغلب المتحرشين المتحرشين الجنسيين هم شباب ينتمون إلى دول المغرب العربي موضوعنا التالي أصدقائي مرشح فصيل الاتحاد لمنصب مستشارية ألمانيا بالانتخابات القادمة بسنة 2025 فيدرش مياتس قال اليوم كلام مهم وهو انتقد الحكومة الحالية بخصوص عدم تشديد القوانين الجنائية على جرائم الشباب وقال أن هناك شيء ما نفهمه بالحكومة الحالية بحكومة الأمبل وهي أنها أتاحت سن التصويت والمشاركة بالانتخابات للأشخاص اللي أعمارهم ستة عشر عام أعطتهم مسئولية كبيرة بالانتخابات ولكن ما تعطيهم مسئولية بالعقوبات الجنائية قال لا يوجد تسريع وتسهيل بالملاحقة الجنائية لهذه الفئات وقال أن الشباب اللي أعمارهم بين 18 إلى 21 عام لا يوجد تسريع وتشديد بملاحقتهم الجنائية وذكر شيء آخر وهو أن القوانين الجنائية المتشددة ضد الشباب يجب أن يتم تطبيقها الآن بأسرع وقت ممكن وقال نحن كتحالف سندخل بالانتخابات القادمة أحد أول الأمور التي سنفعلها هو أننا سنقوم بسن قوانين تعجل الملاحقة الجنائية للشباب بأعمار صغيرة لأنهم جزء كبير منهم لا يخافون من العقاب وبالتالي أن يعملون مخالفات جنائية وجرائم موضوعنا التالي أصدقائي هناك اليوم تقارير من ألمانيا عن نقص كبير بالأدوية وقالت نقابة الصياد للألمان أننا الآن ندخل ببداية موسم أمراض الجهاز التنفسي ولدينا نقص هائل بالأدوية بالصيدليات أيضا نقابة الصيادلة بولاية أنغفي متحدث بإسمه وهو ماركوس بيبة قال أن نصف الوصفات الطبية الآن لما يأتي المريض يحمل وصفة طبية إلى الصيدلية يتم إخباره بأن الدواء غير متوفر بالصيدلية ويجب عليك الذهاب إلى صيدليات أخرى هذا يحصل لنصف الوصفات الطبية حسب ما يقول رئيس نقابة الصيادلة بولاية شمال الراين ويقال أيضا أن الأدوية اللي بيها نقص كبير هي أدوية أمراض الجهاز التنفسي أدوية الربو وأدوية الأطفال وحسب البيانات التي تم نشرها في 27 سبتمبر عيلول الجاري فإن أدوية الأطفال بيها نقص حاد جدا سواء أدوية خفض الحرارة أو المسكنات والمضادات الحيوية والمضادات البكتيرية ومشكلة نقص الأدوية عميقة جدا بألمانيا وهي تنقسم لقسمين أولا اعتماد ألمانيا وغلب الدول الأوروبية على سلاسل التوريد من الدول الآسيوية يستوردون الأدوية من دول آسيوية تصنع الأدوية هناك بأسعار رخيصة وتوقف تصنيع الأدوية داخل ألمانيا وأوروبا لأسباب عديدة أحدها غلاء التكلفة ثاني مشكلة البيروقراطية اللي تفرضها شركات التأمين الصحي على الوصفة الطبية اللي يكتبها الطبيب بأحيان كثيرة ما تسمح شركات التأمين الصحي بأن يتم اعطاء المريض دواء بديل لنفس الدواء اللي كتبها الطبيب بالوصفة الطبية فهي يعني مسألة عقود بين التأمين الصحي وشركات تصنيع الدواء بهذا الموضوع عصاني للنهاية شكرا لحسن استماعكم مع السلامة